اشتركوا في القناة بداية البدايات كانت الدبلاج هي من أهم الأعمال اللي قدموها الممثلين اللي قدموا هذه الأصوات بالدبلاج الدبلاج عمل في غاية الروعة والتشويق وفي قمة من الأعمال المتعبة جدا جدا خاصة في ذاك الوقت التقنيات الآن كثير اختلفت الدبلاج مفهوم الدبلاج والتركات كثير اختلف كنا ندخل أربع خمس ممثلين على استوديو صغير كل واحد أمامه مايك وهيدفون والنص والشاشة لازم يطابق الليبسينج أي مؤثر خارجي بتعيد من أول كانت متعبة ولكن كان فيها شيء من التشويق شير خان اللي معظم أطفال الوطن العربي تابعوا هذا الأعمال أنتو كنتو كيب صغار خوافنا خير لا أجال سوف أخيفك يا ميسا يا عيني لازلت في كامل شبابي وإن تأخر علي موكلي فسوف أقضمه قضمة الجزرة لا يمكنك أن تفعل ذلك يا شرخان أقي موكلي يحبني جدا ما بالكم هكذا؟ دعونا ننتقل إلى أجواء أخرى فزياء فعلا فعلا فزياء طب الله خلينا نسمع كابتن بسام من بعد إذنك بكابتن ماجد بسام صوت الحقيقي الواقع عملت وما كان فيه تغيير أو شيء هيا يا ماجد لا يمكنك أن تركض بهذه الطريقة حسنا سوف أحاول هذه التزديدة تزديدة النمر خذها يا ماجد اختلطوا الشريخان وبسامي كما بعصا بسنا يعني ما زلت بعد كل هذه السنين ما زلت تذكر بعض النصوص